بعض البنات حتى اللي لسه تحت الخمسة وثلاثين بيعانوا من فترات طويلة من قطاع الطمث وبيعانوا كمان من تكيوسات أو أشياء زي كده لكن حضرتك تكلمت عن حبوب منع الحمل إيش تأثيرها؟ ليه هي ممكن تسبب هذا الشي؟ هل لأنها مثلا ممكن تقطع الدورة الشهرية؟ أو في سبب آخر؟ في سبب آخر حبوب منع الحمل هي عادة مكونة من هرمون إستروجين وهرمون البروجسترون وإحنا قلنا أن هرمون الإستروجين أنه هو أحيانا المحفز لسلطانة تدي ففي السابق بالذات النوع السابقة من حبوب منع الحمل كانت تركيز حق هرمون الإستروجين للبروجسترون أعلى طبعا مع الأدوية الحديثة الآن بدأت فيه توازن تكون أفضل تمنع عن إبروشيك إيه وعشان كده أنا ذكرت أنه ممكن تستخدم حبوب منع الحمل لكن تحت استشارة الطبيب ولا تستخدم الفترات طويلة إحنا الآن للأسف في بعض السيدات يستخدمونها كل شهر رمضان مثلا كل سنة تسبب مشاكل يعني علشان تصوم الشهر والشغلات أو الحج أكثر شيء كمان الحج الحج صحيح؟ يعني الهرمونات الشغلات التي تغير في الهرمونات المفروضة أنها لا تستخدم